ازاي تعمل بتلات طرق مختلفة وباستخدام الذكاء الاصطناعي الادوات دي ممكن تنقذك لو عندك بريزنتيشة بكرة ومكنتش لسه مخلصها اول برنامج معانا اسمه جاما والجميل في البرنامج ده ان الخطة مجانية بتاعته كويسة جدا دلوقتي اروح اعمل sign up for free وهخش باكاون هيسألك شوية حاجات كده رد عليها بسرعة بعد كده هتبدأ تختار انت عايز تعمل ايه فاحنا دلوقتي عايزين نعمل بريزنتيشن دلوقتي بيقول لي اكتب لي الموضوع ممكن اكتب بالانجليزي او بالعربي ودي من مميزات البرنامج ده فانا هكتب له افضل عشر طرق للربح من الانترنت بمساعدة الذكاء الاصطناعي وهدوس على سند دلوقتي هو بدأ يكتب ولكن كتب بالانجليزي فممكن اغير اللغة واختار عربي وبعد كده هعمل try again دلوقتي هو عمل outline لو موضوع مناسب تمام لو مش مناسب هعمل try again ممكن كمان انزل انا تحت كده واكتب بنفسي ولو لاحظنا هنا هو في المت معين على العدد الكلمات اللي بتطلع وبالتالي انت ممكن ما تعملش افضل عشر طرق ممكن تخليهم بقى اربعة او حاجة فخليهم في الوقت الحالي اربعة طرق وبعد كده هدوس على continue دلوقتي بيخيرني في الديزاين الشكل اللي عجبني اكتر حاجة فممكن اختار حاجة ازا كده شكلها لطيف او ممكن اختار surprise me وبالتالي هو بشكل عشوائي هيختار template مناسبة فممكن نختارها دلوقتي ونعمل continue او برضو ممكن نجربها اكتر من مرة ونشوف اللي بيطلع لو عاجبنا حاجة معينة ممتاز في الوقت الحالي هرجع للشكل اللي عجبني في الاول وهعمل continue دلوقتي نلاقي ان هو بيعمل التصميم وبيجهزه والمفروض ثواني ويكون جهز ان شاء الله زي ما احنا شايفين احنا شايفين وهو بيكتب معانا بيعمل التصميم ادي اول سلايد وبيكتب بعض الحاجات وبعد كده بدأ ان هو ينزل تحت ويعمل السلايد اللي بعدها واللي بعدها وهكذا وزي ما احنا شايفين على الجنب هنا التصميم بتاعي بيتكون بشكل كامل مش بس كده ده هو كمان بيعمل اشكال يعني بيعمل اه زي خطوات مكتوبة هنا اه بينظم الموضوع شوية اللي مش عاجبني بس الحد دلوقتي هو انه مش واخد باله ان دي لغة عربية وبالتالي بنتحرك من الايميل للشمال ولكن ممكن اه مع الوقت الحاجة زي كده تتطور وهو يعملها بشكل تلقائي وممكن من خلال الادوات اللي هنا على الجنب دي يكون فيه امكانية ان احنا نغير ده انا هنا برضو لقيت ان فيه خاصية جميلة وهي يعني انت ممكن تكلم الزكاء الاصطناعي وهيبدأ ان هو يعدلك وفقا للي انت عايزه فانا هنا قلت له انا عايزك تخليل من اليميل للشمال فهو قال لي تمام هخليك من اليميل للشمال ولكن النتيجة كانت عادية خالص يعني النتيجة كان ان هو عملها كده فهي برضو مزالت مش من اليميل للشمال اهو غير بس اه يعني الكتابة ولكن انا اظن ان احنا ممكن بسهولا نروح نخلي ده من اليميل كده للشمال وبالتالي هيبقى الموضوع يعني الى حد ما اتحل فلطيف ولكن الموضوع ممكن اتطور مع الوقت ويبقى افضل من كده طبعا ممكن اجي على اي صورة من دول اغيرها ممكن حتى اعمل ديزاين بالزكاء الاصطناعي وحط صور هنا معمولة بالزكاء الاصطناعي ممكن اجي اقول له اعملي تصميم معين او صورة معينة علشان اضيفها هنا ممكن برضو لو عايز اضيف سلايدات تانية فممكن اجي تحت كده واعمل جديدة اه والله انا ملاحظة هنا فيه سلايدات بمقاسات مختلفة فممكن انا اجي على المقاس لانا يعني شايفه مناسب واعمل علامة ازاي دي فهيعمل لي سلايد وممكن هنا اعمل بقى ايه يعني شكل السلايد انا عايز لكون عامل ازاي وابدأ بعد كده اكتب او اضيف محتوى ايا كان بقى المناسب بالنسبة لي وممكن استخدم الزكاء الاصطناعي اكتبلي عندي برضو هنا مجموعة من الادوات لو قفلت الشات كده هلاقي عندي هنا مجموعة من الادوات انا ممكن اخد عندي برضو ممكن اخدها استخدامها عندي برضو مجموعة من الحاجات هنا زي الان وكده يعني مسلا الحاجه زي دي شكلها لطيف scan عندي برضو عندي حاجات زي طريبا كل مطقة طريب مايه bulit وع ходو مختلف ايا حاجات اترش في شكلها هو ممكن تاخدها وتبدأ انت ملع العنصر او تخلص فهي الاصطناعي يملالك العناظر دي. ممكن برضو هنا عندك صور ممكن تاخدها باكتر من طريقة لينك تعمل سيرش على الانترنت. تعمل بالزكاء الاصطناعي وبالتالي زكاء الاصطناعي تدي له وصف معين. يعمل لك تصميم تحطه في الصورة عندك. ممكن تجيب فيديوهات من يوتيوب ومن غيره من المصادر. ممكن حتى تجيب بعض الملفات زي بي دي اف ملف بي دي اف. آآ ممكن تجيب بقى حاجات تانية من آآ مثلا ميرو. ميرو دي من المنصات اللي بتكتب مسلا آآ بالايد او بتعمل عليها نوتل فممكن تجيب بورد هنا تحطها وهكذا. فالموضوع لطيف جدا بصراحة. في الاخر بعد ما تخلص ممكن تعمل للموضوع وبالتالي تبعت لحد آآ تعمل لينك ده اي حد يفتح اللينك يقدر ان هو يدخل على ويشوفها زي ما احنا شايفين كده هوا مع بعض آآ او ممكن حتى ان انت تعمل وتحمله باكتر من صيغة. والاجمل طب ايه الحلو في حاجة زي كده? الحلو ان انا ممكن اخلي الذكاء الالطناعي يعملي مبدئية واروح انا في الباوربوينت اعدلها. يعني حاجة من الحاجات برضو ان انا ممكن اعدل موضوع الفورماتينج ده لانه طبعا في في الباوربوينت اقدر ان انا اخليه بكل سهولة فالموضوع هيبقى اسهل ولطيف فده بصراحة يعني من ضمن الحاجات الكويسة جدا. زي ما احنا شايفين انا عملت لها ده اللوت فلو فتحتها تفتح معي بالباوربوينت بكل سهولة. وممتازة ما فيهاش اخطاء ما فيهاش مشاكل فده بصراحة يعتبر افضل آآ برنامج في كل البرامج اللي احنا هنتكلم عنها ومع ذلك هقول لك برضو الطرق التانية والادات التانية لو انت حبيت برضو تستفيد منها. تاني برنامج معنا بقى وده تشهر جدا مع ان بصراحة جاما افضل بكتير واحنا شفنا ده مع بعض وهو البرنامج بنفس الطريقة بالزبط كل انت محتاجة تعمله تروح تعمل بعد كده تعمل حساب واخيرا هتبدأ ان انت يقول لك افتح لك يعني حاجة شبه كده يقول لك انت عايز تعمل معنى فتقول له لانت عايزه ويبدأ نعمل الطريقة التالتة بقى معانا من برنامج اسمه بورد ميكس برنامج بصراحة جميل جدا انا اعمال به فغاء يعني بستخدمه كده قديل فترة وبتقدر ان انت باستخدامه تطلع اشكال زي الاشكال الرائعة جدا اللي انت شايفها دي. ممكن تستفيد ده بشكل عام في تعلمك في تخطيطك في شغلك اليوم وفي عمل اجتماعات اونلاين حاجات كتيرة جدا بصراحة. وهما ضيفين بعض المميزات بالذكاء الاصطناعي لببساطة تمكنك ان انت تعمل باستخدام الزكاء الاصطناعي داخل البرنامج هنا. فتعالوا كده نشوفوا بارده سريعا مع بعض وان شاء الله هيكون لي فيديو متخصص. انا طبعا عامل حساب باشتراك مدفوع من موقع اب سومو والميزة بصراحة في الاشتراك ده ان هو بيدي لك استخدام مدى الحياة. لو بصنا كده على ديل مع بعض حمالك مع تسعة وعشرين دولار مدى الحياة. وبيديك لحد ستمية جيجا بايت الملفات تحطها وتستخدمها. وعندك الف وخمسمية اي اي بوينت. اه يعني نقاط ازا كالا استناعت قدر تستخدمها. تلات اشخاص. فيعني الشخص تقريبا يعني رقم بسيط جدا. فديل بصراحة كويس جدا. وقاب سومو من المنصات الرائعة جدا. انا بعتمد عليها بشكل مستمر. وباقي تمنت ايام طبعا على الديل ده. فلو حد محتاج يستفيد منه. انا انصح جدا ان الناس تلحقوا. والرابط هسيبه لك تحت. الوقت سريعا بقى تعالوا نجرب الخاصية دي مع بعض. فانا كل محتاجه اعمله هو ده او اجي على الخاصية بتاعة البرزنتيشن دي. هدوس عليها وهنا بقى هلاقي معي برضو اي 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 اهو بيقول لي انت عايز تعمل عن ايه. فاتعالوا نجرب نفس الحاجة ولكن من تجربة الاسف العربي الحد الوقتي مش شغال معاه بالشكل الكويس. فاتعالوا انجربة انجليزي وبعد كده سريعا هنتأكد هل بالشكل العربي ولا لا. فهقول له برضو نفس الحاجة عشر طرق اه ليه عمل فلوس بالزكاء الاصطناعي من الانترنت. هيقول لي والله يبص في كده شوية او شكل عام فانت عايز ايه? طبعا الاشكال هنا حاسسها اقل شويتين من اللي شفناها في جاما فجاما متمهز في حتة دي. فطعا نختار كارتون ونعمل هلاقي انه برضو زي اه جاما كده بدأ يحط لي اول بدأ يكتب الكونتنت وهيبدأ ان هو يرسمه قدامي تقريبا يعني. فخلينا نشوف دوقتي هو بدأ يجهز الحاجة بالفعل. فقلينا ان هو كتب على جنب كده المحتوى. وبصنا عليه المحتوى لطيف ومنظم اكتر والليمتس اعلى من جاما يعني جاما هناك بيكتب عدد قليل هنا كتب لي العشرة اكي انه بيكتب مقال فده حلو. تعالوا بقص على نفسها. طبعا اقدر برضو اشوف اللي هنا هو. ماشي. اه واقدر حتى اغير في الاشكال فده لطيف. اه يعني دي اول سلايد هي ممتاز. تاني سلايد. اه زي ما احنا شايفين بعض التكست داخل في بعضه شوية. هو عندي قدرة ان انا اغير من شكل للتاني. بس ما الواضح انه في مشكلة في بتاعه. بعد كده بدأ يخش لكل واحدة يشرحها. اصدلنا برضو ممكن مشكلة تطلع اكتر. صراحة التصميم مش قوي قوي زي زي بتاع جاما. انا حاسس ان جاما بصراحة متخصصين في الحتة دي على العكس البرنامج هنا لأ يعني ايه? دي خاصية كده اضافية هم حطينها في بتاعتها مش كتير قوي زي بتاع جاما. في يعني محاولة كويسة ولكن جاما بصراحة لو انت عايز تعمل بزكاء اصطناعي حاجة يعتمد عليها فجاما ممتاز جدا. وبالمناسبة انا مش بقول لك كده علشان انا باخد عمولة منهم ولا اي حاجة انا مجرد جربت المنصة عجبتني وبالتالي بشاركها معاك فلحد دلوقتي على الاقل ما فيش اي اه ديل بيننا وبينهم ولكن لو انت اشتركت فيه اه من خلال الكود بتاعنا او من خلال لينك بتاعنا فاحنا بناخد نسبة وفي نفس الوقت انت هتاخد خصم عشرة في المية. الطريقة الاخيرة ودي طريقة مدفوعة برضو وهي باستخدام شات جي بي تي. لأنا رحت دلوقتي اعمل شات جي بي تي جديد. اه فعندي هنا دلوقتي اعتمد ده اشتراك اه مدفوع اللي هو البلاس اللي شات جي بي تي بلاس. فهتلاقي في جي بي تي فور سري بوينت فايف. فانا هختار البلاجنز. وعندي تحت كده بلاجن ستور. لو عملت سيرش على سلايد ميكر تقدر تعمل سيرش على سلايد ميكر وبعدك هتعمل. فكل محتاج اعمله اجي هنا. وهتأكد ان انا مستخدم البلاجن نفسها اللي هي اللي سلايد ميكر دي اعمل عليها صح. وبعد كده هاجي هنا اقول له نفس الحاجة. هنا بقى الميزان انت ممكن العربي او انجليزي عادي. فانا هنا برضو هقول له عشر طول الربح باستخدام الزكاية الاصطناعية. هو كده خلص هدي له البرومت وهلاقي زي ما احنا ملاحظين كده بيقول لي ان انا بستخدم البلاجن دي اللي اسمها سلايد ميكر. وهتلاقي في كود بقى هنا عمال بيتعمل. فانت مش مهتم غالبا بحاجة زي كده فهسيبها. عندما يخلص هيدي لك بقى الينكة وهيدي لك الملف نفسه تقدر ان انت تشوفه تحمله او اي حاجة. فخلونا نشوفه كده مع بعض. هي البلاجن عمالها ما زالها عمالها بتكمل فانا مش عارف هي كده يعني حصل لها مشكلة ولا هي شغالة. فخلونا كده سنيعنا وريكو انا كنت بجربها من فترة. طيب زي ما شايفين الحمد لله شغال ولكن التصميم من اولها بصراحة يعني عادي بطريقة فضيعة يعني عايل في ابتدائي لسه يتعلم آآ يعني باور بوينت هيقدر ان هو يعمل حاجة زي كده واحسن كمان. فيعني بالرغم ان الطريقة دي اصلا عشان تستخدمها مدفوعة لانها بصراحة لو انت هتعمل اشتراك عشان تستخدم ده فلا يستحق نهائيا. آآ طبعا الميزة اللي انت قدر تعمل برضو باور بوينت وتعدل عليه ولكن الشكل اللي طالع اصلا مش كويس كفاية. فانا اظن ان كده اللي يفوز في المنافسة هو جاما. انا ارجح بصراحة جاما من اللي انا شفته دلوقتي كتجربة سريعة ومميزات كتير جدا لما بيعملوها. وفكرة ان انت قدر تعمل كباور بوينت. ده بصراحة رائع جدا. والاهم من كل ده ان بتاعهم كويس. يعني انا معي ربعمية كريدت. يعني اقدر اعمل عشرة لكل شهر تقريبا. اللي احنا عملنا دي خدت تلبيعين كريدت. وبعد كده لو استخدمت تاني هيستخدم كريدت اكتر. لكن انت بقى ممكن يعني عشرة في الشهر بصراحة استخدامه ممتاز جدا يعني. ولو انت كملت الحد هنا انت ممكن تواصل معنا آآ على جروب التليجرام. واحنا ممكن اختار ثلاثة منكم آآ تحصلوا على احد كورساتنا بشكل مجاني. احنا عندنا تمن كورسات على يوديمي. هنديكم واحد منهم بشكل مجاني تماما ان شاء الله. آآ فيعني لو مهتمين بده. تواصلوا معنا على التليجرام. شكرا جدا والسلام عليكم.